أهلاً فيكم برج السرطان في قناتي رح نجوف توقعاتك العاطفين طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أطول أكتر من أسبوعين وأيضاً القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالقراءة رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه فاخد الإشياء اللي هي إيجابية من القراءة وترك الإشياء اللي بتحسها سلبية أو بتحسها ما بتنطبق لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر رح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب أو طاقة الشريك وشو الإشياء اللي بينكم اللي ممكن يكون يعني سبب الخلافات بينكم في الوقت الحالي أيضاً خطواتك في المستقبل وخطوات الحبيب في المستقبل ومستقبل العلاقة بينك وبين الحبيب طيب رح نبلش أول بطاقتك أنت يا برج السرطان بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان بس نسحب كوت أول توضيحية لحتى نفهم الوضع أكتر بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان عم شوف أنه حالياً عم تركز على أنك تشافي حالك من وضع معين ممكن يكون في حصل عندك انهيار بعلاقة معينة أو انهيار بأساسات معينة ممكن أيضاً يكون الوضع المادي بالنسبة لإلك عم شوف المادة كتير مهمة بالنسبة لإلك في هالفترة لأنه عم شوفك عم تحاول تبني حالك أو تبني مستقبلك فممكن تكون حطيت أمام اختيارين أو شيئين معين أو إنك تختار حتى بين علاقة وبين فرصة عمل وعم شوف الأغلبية منكم عم يختار السلف لاب أو عم تختار إنك تحب حالك وتركز على حالك أكتر بمعنى ممكن البعض منكم يكون أيضاً رحل من علاقة معينة من أجل فرصة مادية أو من أجل إنه يطور وضعه المادي عم شوف في منكم الأغلبية اختار قرار بالرحيل عن شخص معين لأنه الوضع بالعلاقة تبعتك أو مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه كان عم يسبب لك نوع من التشويش كنت مش عم تشوف الأمور بوضوح فعم شوف اخترتوا الرحيل عن إشي معين أو للبعض منكم إذا مش أنت اللي اخترت الرحيل عن علاقة أو اخترت إنك تترك إشي معين بمجرد ما إنه صار في نهاية لإشي معين في عندك باب جديد انفتح أمامك ممكن يكون أيضاً من ناحية المادية أو في فرصة جديدة بحياتك انفتحت ممكن يكون حتى شخص ولكن الشخص اللي الجديد بحياتك ممكن يكون ساهم بوضعك المادي أو نوعاً ما عم يشارك بنجاحك المادي ممكن يكون دعم نفسي ممكن يكون شخص عم تشتغل معه أيضاً أو عم تتشاركوا مع بعض نفس الهوايات أو نفس الطموح وعندكم نفس الأهداف والنظرة عندكم نظرة إلى شيء بالمستقبل تتشاركوا فيها بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوف أنه هو الشخص اللي عم تتعامل معه لابس قناع أو لابس ماسك أيضاً عم شوفه حالياً هو عالق بمفترق طريق ممكن يكون عم يستني خبر منك أيضاً أو عم يستني رسالة منك أو عم شوفه بالعقل الباطني بده نوع من التواصل معك في عنده رسالة أو إشي معين هالشخص بده يحكيها لا إلك وبده يوصل لك هالمعلومة لا إلك هم شوف هو مركز أيضاً على بدايات مادية جديدة أو إذا فيه عم يفكر بشخص بحياته أو عم يفكر بعلاقة الجانب المادي مهم لها الشخص لأنه عم يبحث عن التوازن عم يبحث عن التوازن من الناحية أيضاً من ناحية الأخذ والعطى بينكم وبينه عم شوف أنه هو مركز كتير على وضعه المادي يعني إذا أنت مش عم تحكي مع هالشخص البعض منكم اللي عم يمروا بفترة انفصال هالشخص مركز كتير على وضعه المادي حالياً وفي عنده ممكن أيضاً عم يحط ماسك أو عم يحط شخصية معينة أمامك ممكن أيضاً عم يخفي مشاعره هالشخص والسبب أنه عم يخفي مشاعره أنه من الناحية المادية هالشخص لسه عم يشتغل على حاله أو ممكن أيضاً يحس أنه العلاقة بينك وبينه هو محدود أمام اختيارين بده يختار ممكن يكون شخص قديم أيضاً أو شخص شديد بحياتك ولكن هو عم يحس أنه بمفترق طريق وفي عنده أيضاً اختيارين ممكن أيضاً يكون محتار بين إنه يحكي معك وبين إنه ما يحكي معك لأنه عم شوف أنه في حكية بده يحكيه ولكن العائق اللي موقف بطريق هالشخص هو مادياته أيضاً فعم شوف في تشابه بالطاقة هون بطاقتك وبطاقته فممكن تكون أنت عم تتعامل مع توقم شعلة أو مع سول ميت لأنه طاقتكم بتشابه بعض أو بتعكس على بعض بالنسبة لشو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم حالياً أو واحدة من أسباب الخلافات بينكم أو أسباب النزاعات بينكم عم شوف أنه في أنت وهو عم تخبوا الطفل الداخل جوادكم بمعنى أنه أنت وهو في عندكم صعوبة بأنكم تظهروا مشاعركم تجاه بعض عم شوف أيضاً الأغلبية منكم مش عم يحكوا مع بعض ولكن ما عم شوف فيه مشاكل أو نزاعات ولكن فيه فيه انعزال بالموضوع فيه صمت وفيه حكي كتير مخبة بالصمت هاد بهالكارت مش عم ينحكى فيه وفيه حواجز بينك وبين هالشخص همشوف أيضاً الصراع على السلطة ممكن يكون واحدة من الأسباب أيضاً اللي فيه مشاكل أو عم تسبب مشاكل بينك وبين هالشخص لأنه مبين أنه أنت وهالشخص تعقدكم تتشاحن مع بعض كتير أو فيه مشاحنات بتعقدكم مع بعض كتير وبسبب هالمشاحنات بتضطر أنك تظهر أنت وهالشخص بصورة معينة أو بتضطر أنك تظهر لهالشخص صورة معينة أو جانب معين من شخصيتك غير اللي أنت بدك تطلعه أو غير اللي أنت بتطمح أنه هالشخص يشوف فيك عم شوف أيضاً فيه فيه انجذاب جسدي كتير عالي بينكم بالذات من طرف الرجل بهالعلاقة أو أو الطاقة اللي هي رجلية بها العلاقة عم شوف أيضاً الإمرأة فيه عندها انجذاب طاقتكم متناغمة مع بعض برغم أنكم مش عم تحكوا مع بعض ولكن فيه أنت عم تحس بطاقة هالشخص وهالشخص أيضاً عم يحس بطاقتك بمعنى أنه فيه تواصل روحاني بينكم كتير كتير عالي وبالنسبة للطاقة بينكم عم شوف أنه فيه أخذ وعطى بالطاقة فيه توازن يعني عم شوف الأغلبية منكم عم يحاول أنه يركز بالشفاء بهالطاقة عم يحاول أنه يركز أو يبعث للطرف الآخر طاقة إيجابية بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف العلاقة اللي أنت فيها يا برج السرطان تطلب منك أنك توكل أمرك أو طاقتك تماماً إلى الخالق أو يعني تخلي الأمور تيجي مثل ما الله بيريد لأنه فيه بعض الأشياء بعلاقتكم خارج عن سيطرتك وخارج عن سيطرة الشخص الآخر فعم شوفك بالمستقبل عم تحس بنوع من الثقل ممكن يكون بطاقتك أو ممكن يكون عم تحس أنه العلاقة بتثقل عليك أو بتحمل وزن عليك وفيه صعوبة من أنك تتخطى أو تبعد عنها الشخص فيه صورة عم تظهرها أنت لهالشخص أو رح تظهرها بالمستقبل لهالشخص بأنك ما بتريده أو وضعك أوكي من غيره ولكن أنت بتشوف هالشخص وبتعتبره رفيق دار والفكرة الأساسية هون أنه أنت عم تحس بضغط بسبب بعدك عن هالشخص لأنه هالشخص حامل بلورة أو حامل كريستالة فبمعنى أنت عم تحاول تكتشف معلومات أكتر عن هالشخص ممكن تكون أوراق تعرود أو ممكن تكون عم تحاول تتابعه أيضا بالسوشال ميديا في حدا في طرف ثالث في العلاقة بينك وبين هالشخص عم يراقبكم ممكن من بعيد أيضا أو رح يراقبكم في المستقبل من بعيد في ناس أو في شخص مغين عنده مشاعر لإلك أو للشخص الآخر اللي عم تتعامل معه بس بالأغلبية ممكن في عندك هون معجب سري أو شخص عم يراقبك من بعيد وعم يشوف التواصل اللي عم يصير بينك وبين الشخص الآخر ممكن أنت عم تحط ممكن بالسوشال ميديا أيضا عم تحط أشياء مقالات أو خواطر موجهة إلى الشخص الآخر وفي أشخاص أو في شخص معين بيعرف أنه أنت عم توجه هالرسالة أو هالطاقة للشخص الآخر من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه عم شوفه عم يحس بيرفض يعني لسه بيئة المستقبل عم يحس إنه مرفوض منك أو أنت رفضته أو رفضت عرض حب هو كان بده يقدمه لإلك هو يحكي فيه معك عم شوف أيضا بالمستقبل هالشخص مشاعره بتتحول من ممكن في بداية العلاقة بينكم العلاقة كانت أغلبها انجذاب جسدي بحت أو بالأغلبية كانت انجذاب جسدي عالي ولكن عم شوف بالمستقبل هون الشخص اللي عم تتعامل معه عم يشوف عم يشوف الرضا النفسي أيضا عم يشوف إنه ممكن أنت تقدم له الرضا النفسي اللي هو عم يبحث عنه هالشخص بيشوفك أيضا إذا أنت امرأة أو حتى رجل بيشوفك شخص متمكن أو متحكم بطاقتك أو بتعرف تتحكم بطاقتك أيضا ممكن إذا فيه بالمستقبل بينك وبين هالشخص أو فيه أشخاص أو أطراف تالتة بالعلاقة عم يشوف هالشخص دفاعي أو شخص أفوا شخص هجومي يعني ممكن إذا فيه أي منافسة بينه بين أشخاص أخرى هالشخص ممكن يكون عصبي أو ممكن يكون متهور ممكن بيشوفك هالشخص أنت فيه عندك تحكم بعواطفك أكتر من ما هو فيه عنده تحكم بعواطفه عم شوف أيضا إنه هالشخص بيطمح أو بده نوع من التغيير في المستقبل لأنه بيشوف فيه بينكم عم يحاول أيضا عم يحاول إنه إذا إذا صار فيه رافض منك برج السرطان تجاه هالشخص عم يحاول أيضا إنه يظهر بشخصية أو ببرسونة إنه هو مش مؤثر فيه الوضع بالمستقبل بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل عم شوف بالتأكيد راح يصير فيه بينكم بداية جديدة لأنه فيه عندك إيسين أو إيسوف سوردس و إيسوف هونز فيه بداية جديدة راح تصير بينكم وفيه عندكم أيضا حتى بالمستقبل الطاقة الجسدية بينكم كتير راح تكون عالية بس لسبب ما عم شوف لسه فيه سرية بالموضوع أو أو لسه فيه نوع فيه شخص أو فيه طرف هون لسه المشاعر مش عم تحكوا فيها أو مش عم تعبروا فيها لبعض لأنه إنت عم تطلع على على فيه عائق بينك وبين هالشخص إنت عم تطلع على الحب والمشاعر اللي بتكلها الشخص وهو أيضا عم يطلع بكاست الحب تبعته ولكن ما فيه حكي عم يصير بينكم وكأنه الطاقة هاي طاقة خباية أو طاقة لسه ما انحكى فيها ولكن بالمستقبل بما إنه فيه عندك إيسوف سوردس و سوردس بتتبع التواصل فممكن يكون فيه بينكم أيضا تواصل وعم شوف أغلب التواصل إذا في الماضي تواصل بينكم كان أغلبوا سطحي أو يعني ما فيه أي عمق بالمستقبل فيه عمق بالتواصل أو فيه حتى فيه حتى حكي أو اعترافات بينك وبين هالشخص رح تصير بمشاعركم تجاه بعض عم شوف أيضا أنه أنتو فيه حدا فيه حدا منكم مفهوم عن العلاقة الجسدية بينكم غير الشخص الآخر يعني فيه شخص أو فيه شخص بيحب المغامرة أو بيحب يجرب إشياء جديدة وفيه شخص ممكن بينظر للعلاقة الجسدية كاكستنشن أو تمديد للعلاقة الروحانية أيضا فأنتو شوف تنطبق على مين بالضبط ولكن فيه بدايات جديدة بينك وبين هالشخص رح تصير أنا فيه هون عندي كوت أو رسائل حطيتهم أو سويتهم من الحبيب أو من الشريك رح ناخد منهم أكمل رسالة اللي هي ممكن تكون يعني رسائل موجهة إلك من الشخص الآخر أنا ما لاقيت أي دق يعني أونلاين يكون فيه نفس الرسائل اللي موجودة هون فبدي أجرب هالإشي الجديد إذا حبيتوا أو إذا حسيتوا أنه منطبق أو كتير منطبق على حالتكم مع هالشخص ممكن نخلي هالرسائل شيء يعني دائما نستخدمه بقراءاتنا بالمستقبل فالرسائل اللي الحبيب بده يحكيها لإلك ممكن ولسه ما حكاها لإلك فهالشخص بيتخيلك وبيحلم فيك دائما بحياته اليومية حتى إذا مش عم تحكي مع هالشخص فبده يحكي لك أنه هو بيفكر فيك فبالأغلبية أنت عم تتعامل مع توقم شغلة لأنه بيحس أنه أنت مثل مرايته هالشخص وبيحس أنه أي إشي سواء كان بطاقته أنت تعكس هالطاقة عليه أو بيحس أنه أنت كتاقتكم بتتشابهه كثير مع بعض فبيحس أنه أنت بتشوف حتى إذا هو عم يحاول أن يحط شخصية معينة هالشخص يشوف أنه أنت تستطيع أنك تشوف يعني تحت جميع هالشخصيات اللي بيحطها أو البرسونا أو أي إشي ممكن يكون في بينك وبين هالشخص اختلافات عديدة بينكم وهالشخص بيحكي لك بالرغم أنه ممكن يكون في بينكم اختلافات بالشخصية أو اختلافات بالنظر إلى الأمور إلى أنه دائما بيحبك حب غير مشروط وما بدي إياك تتغير من أجله أو من أجل أي شخص آخر أيضا بيحكي لك I am very stuck in my ways فهالشخص فيه عنده عادات بحياته أو بشخصيته هو بيحس أنه عالق فيها أو بيحس أنه مش عم يستطيع يطلع منها بيحس أنه عالق بتفكير قديم ممكن أو طرق حل الأمور قديمة فهالشخص كان عم يحاول أو عم يحاول أنه يتجنب الحديث معك أو يتجنبك ممكن بسبب أيضا الرسائل السابقة مثل ما حكينا بسبب أنه أنت بيحس أنه أنت بتشوفه على حقيقته أو على طبيعته فأيضا ممكن يكون بسبب مشاكل أخرى بحياته أو أشخاص أخرى أو عمل عم يحاول أنه يبعد عنك أو ما يحكي معك في الفترة الحالية فهالشخص بيح حياته بيشوف دائما رسائل أو إشارات محوطة فيه بالكون أمامه بيشوف أنه هي دائما يعني ممكن يكون عم يسمع أغنية مثلا والأغنية هيتذكروا فيك أو بيكون في مطرح معين وهالمطرح معين بيذكروا فيك فهالشخص عم يشوف أنه بحياته العامة فيه إشي كتير بتذكروا فيك فهو مركز الشخص أيضا اللي عم تتعامل معه ممكن يكون أو ممكن يكون أيضا شخص روحاني يعني بيفهم على الإشارات وبيفهم على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغيب عن نظر الأشخاص الأخرى بنا نشوف آخر إشي فقط نصائح لإلك ممكن تفيدك ممكن تستفيد منها فيه تغيير رح يصير بيه حياتك بيه المستقبل مع هالشخص فيه تغيير رح يكون آآ إيجابي عم شوفك آآ عم شوفكم الاتنين عم كنتوا عم تحاولوا تدعو أو آآ توصل صلواتك إلى الله أنه أنتوا تكونوا مع بعض لأنه عم فيه عوائق بينكم أنا ما بعرف شو هي ولكن بيختلف يعني من شخص إلى آخر ولكن فيه عوائق بينكم أنت حسيت أنه الحل الوحيد أنك تلجأ لأ الله وتترك الأمور تتصلح مثل يعني مثل ما الله بيريد أو تتركها إلى الوقت المناسب أم شوف أيضا آآ عندك كرتين إموشنز اللي هو بيتبع صوت تبعة الكب فيعني علاقتكم بيه المستقبل رح تتقربوا من بعض أكتر وفيه حنين رح يصير إلى ذكرياتكم بالماضي فبرغم أنه مش عم تحكموا مع بعض وبرغم العقبات اللي عم تواجهكم حاليا إلى أنه هاي هي نفسها العقبات اللي رح تتعمق التواصل بينكم الروحاني لحتى تثق أنت بروحانيتك والشخص الآخر أيضا يثق بروحانيتك عم شوف أيضا رح يصير في تفاهم في احترام أكبر وأكتر في المستقبل فحاول أيضا بين أنه هاي كروت نصيحة حاول أنه أنت تخلي قلبك مفتوح لها الشخص ولها العلاقة بالمستقبل حاول أنك تكون دبلوماسي أكبر حباي ببرج السرطان بتمنى قراءة تكون فادتكم احكولي إذا حبيتوا فكرة الرسائل هاي من الطرف الآخر إذا حبيتوها رح نكملها في الفيديو هات القادمة إن شاء الله الفيديو يكون انطبق عليكم إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك و كومنت شير و سبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا ترجمة نانسي قنقر